يعيش نادي الإسماعيلي أجواء صعبة بعد الخسارة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز وشاهد اللقاء أحتاس مسيرة حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 33 من عمر المباراة عن طريق خالد محمد فيما تعادل الدرويش بأقدام شكر نجيب من ركل الجزاء وانتزع الفريق الأزرق الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الطائع من عمر المباراة وتسببت الخسارة الجديدة للفريق العريق بأزمة كبيرة لجميع العناصر حيث عبرت الجماهير المتواجدة في المدرجات عن غضبها الشديد وهتفت ضد قائد الفريق شكر نجيب أثناء خروجه من الملعب ولكنه بادل الهتافات بالتحية والاعتذار عن النتيجة وحرص عدد من لاعب الفريقين على إحتواء نجيب وتهدئته والنزول إلى غرفة الملابس منعا لاستمرار الهتافات والتي حملت عبارات جارحة وانسح بيحي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في حالة من الغضب والحزن وذلك بسبب فقدان النقطة خلال السوان الأخيرة ويواصل الدرويس سلسلة النتائج السلبية بهزيمة اليوم ليحتل المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدور المصري الممتاز برصيد نقطتين من سبع مباريات لعبها وتعمل إدارة الإسماعيلي على تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتفادي المصير الصعب والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية